ثالثا نظام التشفيري الامريكي العالمي UBC تصار Universal Product Code هي المواصفة القياسية للترميز مستخدمة لمبعات التجزاء بالولايات المتحدة تتكون شفرة UBC في UBCA وفي UBCE UBCA تتكون من 12 رقم كودي وهما يتوافق مع نظام تقويد المنتجات العالمي EAN الأوروبي النظام الأوروبي اللهم في انو هذه 12 رقم كودي وهذه EAN 13 رقم كودي UBCA يدل الرقم الاول في UBCA على نوع المنتج اختلف هنا هاي UBCA يا جماعة الرقم الاول بيدل على نشوف عددهم بالاول واحد تنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وهي هنا رقم وهنا رقم هي 12 رقم فالرقم الاول هذا يقصد في يدل على نوع المنتج هل هو دواء او منتجات طبية او منتجات بقالة عامة الى اخرين هذي يعني موجودة في الترميز الاوروبي اما الخمسة ارقام التالية فهي تمثل كود التصنيع اللي هو هين في مثالنا خمسة ارقام واحد دينين تلاتة اربعة خمسة يعني هنا رقم تلاتة واربعين الف يمثل كود كود التصنيع اللي هطوا المصنع ثم الخمسة ارقام التالية تعبر عن كود المنتج او السلعة اللي هم مهدول واحد وتمانية وستة وسبعة وصفر هذا الخمس ارقام 18670 تعبر عن كود المنتج اللي هو السلعة هذا كود التصنيع وهذا كود السلعة ويخصص رقم الاخير برضو للمراجعة اللي هو هنا في مثالنا هنا ستة. في طريقة اخرى اللي هي طريقة برضو مختصرة للتكويد الامريكي تحتوي على ستة ارقام. زي ما فيه طريقة مختصرة للتكويد الأوبي اي 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 ROS 8 فيه طريقة مختصرة للتكويد الامريكي تحتوي على ستة ارقام. يطلق عليها UBCE. هذا هي. هاي مثال عليها. بالشكل هذا البر كود. واحد تنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمن ارقام. يبقى هو ما حسبش الرقمين في الاول وفي الاخر حسب الست ارقام اللي جواه عشان هيك سماه. اه طريق نفس التخويت العميكي تحتوي على ست ارقام. وهي كمان هنا مثال الاخر لليو بي سي اي. اه بنلاقي ست ارقام جوا. ورقمين اه واحد على الطرف اليمين واحد على الطرف الاشمال. طبعا كود المراجعة في جميع الامتدى هو اخر رقم من الاشمال. يعني هنا في مثالنا هذا ستة في مثالنا هذا ستة في مثالنا هذا صفر. هذا كود المراجعة. اذا هذا النظام التقييس الامريكي. طيب رقم ثلاثة نظام او احنا ثلاثة والا اربعة. آسف اربعة . كود مجلس التكويد الموحد مية وتمانية وعشرين. يو سي سي يتوافق مع الا ان نظام تشفيذ الاوروبي. مية وتمانية وعشرين. يعني اي و سي سي يتوافق مع الا ا ان مية وتمانية وعشرين. اي و سي سي معاناها يونيون كود كونسل انشأ في شمال امريكا. وهو مبارا عن خطوط ذات تساعتعشر رقم. عزو لم. زادة مثل النظام التشفير السابقة ثابتت الطول طولها واحد يستخدم غالبا هذا الكود اللي هو UCC يستخدم في حالة شحن الحاويات المقصود في شحن الحاويات الكنتينرات اللي بتنقل بالبواخر عبر المحيطات بين الدول التصدير والاستيراد بدأ هذا النظام للتشفير دوليا عام 77 من خلال هيئات تطويرية لا تهدف إلى الربح بعد كده تم الاعتماد بالاتفاق على طريقة الترقيم لـ 72 موظمة تابعة للـ 78 بلد يعني انتشر بدأ في سنة 77 كان في عدة بلدان وبعدين في سنة 96 صار في معروف ومتداول لـ أكثر من طريق التشفير في 78 بلد أسف أكثر من طريق التصدير في 78 بلد بإنشاء مجلس تكويد الموحد يونيون كونسل كود أو يونيون كود كونسل في هذا النظام في أكثر من 300 ألف شركة تنضم تحت هذا أو بتطبق هذا النظام في التجارة عندها منهم 138 ألف تحت مضلد مجلس تكويد الموحد مش ضرورة أحفظ الأقام هذه ولا ضرورة أحفظ أنه في سنة 96 كان كذا ولا في سنة 77 كان كذا يعني فقط لعند هنا إلى هنا يعني بكفي أن أحفظ لأنه بس بدأ أتعرف عليه ومعنى أنا ممكن في الامتحان أجيب لك صورة الكود وأقول لك إيش هذا لأي نوع من الأكواد هذه كود 128 كلمة 100 كود كود اللي هي معناها شفرة بالعربي إيش ال 128 قال 128 خاصية يمكن فك شفرتها بدون أي تداخل سبحان الله عالم الإنسان ما لم يعلم يعني بقدر هذا البرنامج أنه يوضع 128 خاصية يتعرف عليها الكمبيوتر بدون أي تداخل يحتوي هذا الكود على ثلاث مجميع خواص مختلفة ولهو طريقتين لكشف الخطأ ترجمة نانسي قنقر